قالت الاستخبارات البريطانية اليوم أن قوات مدعومة من روسيا حققت تقدما تكتيكيا في الأيام الثلاثة الماضية نحو وسط بلدة باخموت الاستراتيجية في منطقة دونسك في شرق أوكرانيا ومن المرجح أن تتواغل في قرى أجنبية جنوب البلدة وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشر استخباراتي أن المجموعة العسكرية الخاصة المعروفة بمجموعة فاغنر من المرجح أن تظل مشاركة بكثافة في القتال في باخموت وقعت الوزارة أن روسيا واصلت عملياتها الهجومية في وسط منطقة دونباس وتحقق تقدما بطيئا للغاية أي أن الروس تقدموا في منطقة معينة تقدموا وهذا باعتراف البريطانيين لرغم يتابعوا وعندهم تقريبا شبه يومي تخرج من الوزارة الدفاع تفاصيل ما يجري في أوكرانيا والحقيقة أنهم الحد الآن أثبتوا أنها عندها مستقية كبيرة ما يقولون أي أنهم ينقلون الحقاق كما هي لذلك عندما يكون الروس ينتصروا كما البارح والثلاثة أيام هذه الأخيرة قالوا أنهم ينتصرون في بعض المناطق بالنسبة للأوكران قالوا من أنهم استرجعوا حوالي 600 منطقة من الاحتلال الروسي وخاصة من جهة خيرصان بالمناسبة الروس بدأوا ينقلون أعداد من الريسوفون ينقلونهم من هذه المناطق التي ضموها خاصة من خيرصان وخاركيف هما ضموا دونسك ولوغانسك وزاباروجا وخيرصان فمن خيرصان الآن ينقلون عدد كبير من الريسوفون لأن الأوكرانية تقدمون هناك واحتمال كبير أيضا أنهم سينقلون آخرين من هذه المناطق التي ستعتبر أراضي روسية لكن أوكرانيا ستتقدم فيها هي في الحقيقة أراضي أوكرانية وجاء حديث على أهم باش ما نطولوش في الموضوع باش يقلل شوية وقت لشي أحب أن نقول في نهاية الكلام اللقاء كان أهم شيء كان خطاب كان خطاب لبوتين خطاب بوتين كان مهم وجاء فيه نقاط قلينا نشوفوا النقاط الأساسية اللي تحدث عليها بوتين أو قبل هذه النقاط بوتين الروس خرجوا أظهروا فيديوهات وين طائرات كاميكاز طائرات درونز طائرات بدون طيار روسية تهاجم مناطق أوكرانية وظهروها في كثير من تلفزيونات ومتحدثوا عليها بشكل قوم اسموها لانسيت هذا النوع تحت طائرات وهي طائرات طائرات انتحارية طائرات بدون طيار لماذا؟ لأن بدأ حتى داخل الروس كان هناك غضب قالك أن الطائرات اللي رأي اللي رأي تحدث فرق كبير في المعركة الآن في الشهرين الأخيرين هذون طائرات الإيرانية اللي تسمى طائرات شاهد أحدثت فرق واستطعت أن تحدث أضرار هائلة عند الأوكران ولذلك الآن الأوروبيين هم يسارعون بإرسال منظومات الفرنسيس قال لهم نعطوكم منظومات لمواجهة الطائرات الإيرانية فلما أقول فيه الحديث من أن روسيا في النهاية وهي الثاني جيش في العالم الآن السلاح الأساسي الذي تستخدمه هو سلاح إيراني هذا أغضب طبعا يمس يمس ذلك العنجهية الروسية فبدأوا يظهرون طائراتهم وقالوا بأنها تقوم في الحقيقة طائرات الدرونز الروسية ظهرت في هذه الحرب وهذه حتى من عندهم خبراء روس من أنها ضعيفة جدا وأن الطائرات اللي استخدمتها أوكرانيا وهي طائرات تركية وأمريكية أو الطائرات اللي استخدمها روسيا الآن وهي طائرات إيرانية كان أدائها مليون مرة أفضل من الطائرات الروسية بالمناسبة توعنا شارين طائرات الروسية هذه لانسيت وزعم يركبوا فيها هناك إلى آخر هذه ظهرت في الحقيقة ظهر ما عاد قضية السواريخ سواريخ العابرة كاليبر هذه السواريخ لروسيا عندها فيها تفوق واضح مقارنة مع أوكرانيا والسواريخ هي اللي أحدثت أهم الأضرار ما عاد السواريخ الحقيقة أن السلاح الروسي ظهر إما متوسط إما ضعيف وفي مواجهة السلاح لسلاح الأمريكي والألماني لسخدمات أوكرانيا ظهر ضعيف وهذه الآن تعتمد روسيا اللي هي أمبراطورية عسكرية على الكاميكاز الإيراني ومن أجل تقليل هذا القلق بالظهور أنهم يعتمدون على الإيرانيين بدأوا يتكلموا على طائرات لانسيت ولذلك العصابة انتعنا يبدو أنهم فهموا هذا الموضوع فراحوا شراوا وهم بدوا يشروا في طائرات من عند تركيا طائرات بدون طيار لكن مش البيرق دار يبدو أن البيرق دار دار اتفاقية مع المغرب وين ما نشعارف هذا الاتفاقية وش فيها لكن نظام الجزائري مشراش من عند البيرق دار شراش من طائرات شركة تركية أخرى يعني تركيا الآن تبيع طائرات بدون طيار للمغرب وللجزائر يبيعوا أسلحتهم لملا ويجربوا أسلحتهم لملا وخلينا نكدس الأسلحة عندنا ونفكروا في أننا يوما ما ندخل على بعضنا وشعوبنا فقيرة ومفقرة وضعيفة ومضاعفة ها هو المنطق اللي رسائد في المنطقة الثانية اليوم بوتين في تصريحاته كانت تكلم على أشياء كثيرة خلنا نوليكم فقط نقطع منها لما شافهاش هذه واحدة منهم ولم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي بشأن سفر إلى اندونيسيا والمشاركة في قمة مجموعة العشرين ليس هناك حديث عن حوار مباشر مع أي من المشاركين في القمة ونحن بصدد التواصل مع البعض بشكل دائم ودع الرئيس الروسي ألمانيا لأن تحدد أولوياتها سواء بالالتزام مع حلفائها في حلف النيتو أم تحقيق مصالحها واعتبر بوتين بأن خيار الالتزام باتفاقات الحلف سيؤثر سلبا على الشعب الألماني وعلى الاقتصاد في ألمانيا وأوروبا يجب على ألمانيا أن تحدد أولوياتها بنفسها وأن تقرر إن كان الأهم بالنسبة إليها الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات مع حلفائها في النيتو أو العمل على تحقيق مصالحها ومصالح شعبها أعتبر أن خيار ألمانيا خطأ سيدفع ثمنه الاقتصاد والأعمال والشعب الألماني وستكون له عواقب اقتصادية عليها وعلى أوروبا بشكل عام بوتين حنين الألمان حنين جدا عن الألمان قال لك لازم ألمانيا عليها أن تختار ما بين التزاماتها مع النيتو وشركائها أو أن أتدافع على مصالح الشعب الألماني لماذا هو تخل في هذا النقاش لأنه كين نقاش في ألمانيا حول هذا الموضوع والأخطر من هذا النقاش هو أن يعلم الروس تاريخيا أن دخول الألمان في مواجهتهم هو كارثة يعني داخل أوروبا إذا كانت ألمانيا ليست خصما لروسيا فالأمور معقولة إذا بدت ألمانيا تبدو خصم لروسيا فإن الكارثة ستكون نعرف أن الحرب العالمية الثانية أن الروس تلقوا في البداية لو لا اختار ارتكبها هيتلر فيما بعد وجنيرالاتو وخاصة مع الشتاء لكن ما بين 41 و43 سنتين الغزو الألماني إلى روسيا كانت روسيا دفعت 26 مليون أكبر عدد من القتلى في الحرب العالمية الثانية كانوا من الاتحاد السوفيتي أساسا من روسيا وأوكرانيا تعليهم كانوا من الاتحاد السوفيتي وستالين كاد أن يفقد الحكم وكادت موسكو أن تسقط لو لا أسباب واختار تكبوها الجنات الألمان وزاد جاهم شتاء قاسي كانت عندهم مشكلة في اللوجستيك فلما كانت ألمانيا إلى غاية شهر ماضي ما تمجش في السلاح لأوكرانيا ومش دخلة كثير كانوا المزال للروس يعتقدون بأنهم مازالوا في الوضع معقول لكن لما دخلت ألمانيا هم عارفين أن ألمانيا الآن ستخرج من هذه الحرب كقوة عسكرية وهذا مفزع للفرنسيين وللروس وللبوليش البولنديين هذو ثلاثة تاريخيا عندهم معارك طول الوقت مع الألمان تاريخيا فهو أدخل هنا بشوك أنه يريد أن يحرض الشعب الألماني هو يعرف أن القنوات الألمانية تنقل هذا وتنقل مباشرة أحيانا حديثه وكانه يحرض الألمان على الحكومة مشكلة تعبوتهم لمش فهمها أن في نهاية المطار في الألمان جابوا حكومة باختيارهمهم ولكم ما تعجبون يغيروها دور الشعب أساسي في الاختيار إذا مضت ألمانيا في الطريق اللي رهي ماشية فيه فهذا سيسرع في هزيمة بوتين لأنهم الآن يتكلمون على إعطاء منظومات ألمانية لا تقل قوة على المنظومات الأمريكية وبعضها أفضل من المنظومات الأمريكية للأوكران ورح نمدهم لهم في الأسابيع هذه القادمة بعد الهجومات اللي كانت على كييف بالرغم من أن بوتين أعلن اليوم أنه لن يهاجم كييف في المستقبل أعرف بأنه ارتكب خطأ لأن موضوع الهجوم على كييف خلى حلف النيتو كله مش فقط يلتقي أمس ويعلن من أنه جاهز وأن الاستعمال السلاح النووي سيقوم برد قوي عليه وإنما قامت دول داخل حلف النيتو خاصة فرنسا وألمانيا اللي ما كانت شعطات منظومات وسواريخ استثنائية للأوكران كان يعطون في حواج هكذا البسيط يعني الآن الفرنسيس والألمان قروا بأن يعطوا منظومات استثنائية منظومات الدفاع الجوي ورجمات سواريخ إلى الأوكران فرنسيين ديرينها خاصة نتيجة ما يحدث في أفريقيا لأن الروس يطردونهم من عدة بلدان أفريقية أو يقومون بطردهم أما بالنسبة الألمان فالقضية أن ألمانيا هنا تعود ويعود المارد الألماني كنت حدثتكم عليه قبل بشهر إذا ما عاد هذا المارد الألماني فإنه سيحدث ارتباك هائل داخل أوروبا لأن كلما تصبح ألمانيا قوة عسكرية إلا وأقدمت فيما بعد على التوسع كان هذا أيام باسمارك لوحد ألمانيا واجعلها كما هي إلى حد كبير كما هي اليوم وأيضا غزة ومثلا كان شن كان ضرب في حرب 1870 1871 هزيمة منكرة للفرنسيين ثم جات الحرب العالمية الأولى والألمان أيضا غزوا أوروبا انتقاما لأنهم خلوهم مستعمارات واشياء أخرى ثم جات الحرب العالمية الثانية وفي حالات ثلاثة حالتين حرب العالمية الثانية كان الأمريكيين تدخل الأمريكي هو الذي ينهي التقدم الألماني فهذا مفزع للفرنسيس لكن هذا كله يعطينا فكرة أن الأمور تتغير بشكل كبير على المستوى العالمي وأننا قد نشهد تغيرات بعد هذه الحرب تغيرات أخرى كنت حابة نكلمكم أيضا اليوم كان في مواضيع أخرى كيف أن حتى إسرائيل الآن داخل تخيلوا أن هناك 14 دولة تعاقدت مع الكيان الإسرائيلي لكي تشري عليها منظومات دفاع جوي متطورة جدا تملكها إسرائيل لكن ربما هذا الموضوع خلوه للمرة القادمة لأنه منش حاب نطول كثير ورحي نشوف رحي نقترب من ساعة ونص كنت حاب نتكلم أيضا على ما يحدث في تونس تونس أيضا كنا تكلمنا عليه قبل يومين لكن اليوم كان فيها مظاهرات واحتجاجات خاصة أولئك الأسر لمحتجين على أبناهم لغرقوا ولتعامل معهم كأنهم حيوانات من طرف البوليس ومن طرف السلطة التونسية والأوضاع رحي تتراكم في تونس وفي مصر لذلك أنا أتوقع مثلا أن السيسي لن يحضر ما يسمى بالقمة العربية في أول نظرة ترجمة نانسي قنقر